السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم منا فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشين الصلاة والسلام عن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان شاء الله رب العالمين انا نوي اعملكم المفرش الحلو ده مفرش جميل اوي وحدات بس الوحدات طلعة جميلة ومتمسكة وحلو اوي وعملت له الشرشوبة دي المقاس هو المقاس الوحدة عشرين في عشرين ومقاس المفرش ده اللي هو اربع وحدات عبارة عن اربعين في اربعين ان شاء الله يعجبكم هستخدم حغير سلسلة ومش قدرتش بصراحة قد ايه بالزبط لان انا عندي كونة وزنها اكتر من كيلو فبستخدم منها بس ممكن اوزن لكم المفرش بامر الله طبعا لدخل اول مرة ما تنساش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد وما تنسوش في الدعم لايك وكمنت وشير وبالفضلكو اشتركو في جروب ياسمين لتعليم الكروشين علشان يوصلكو كل جديد وهسيبلكو لينك الشرشوبة في الدسكريبشن بوكس عشان تنفذوها ويلا بينا نبدأ وبسم الله وعلى بركة الله بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هنبدأ المفرش انا بستعمل خيط حرير السلسلة ده اللون الدهبي اهو ده حرير السلسلة بستخدم له اوقات بستخدم اتنين ونص واوقات بستخدم تلاتة واوقات بستخدم اتنين على حسب سماكة الفتلة بتاعته يعني مش كل لون عندي نفس سمك الفتلة يعني بتبقى فروقات بسيطة جدا اه فده ده اللون وانا بستخدمه النهاردة هستخدم برقم اتنين خمسة وسبعين اتنين خمسة وسبعين يلا بينا نبدأ اه كمان عايز اقول لكم معلومة ان الوحدة تي اه طول عشرين سنتي والعرض عشرين سنتي الوحدة كبيرة والوحدة حلوة قوي وجميلة بصوا بصوا شكلها وحدة طحفة اهي الطول عشرين في عشرين يعني وحدة حلوة اللي عايز يعمل مفرش صفة ممكن يستخدم الوحدة دي هنبدأ بسم الله اول حاجة هنعمل دايرة صحية اعمل سبعين كده ويبقى الخيط ناحيتك الخيط ناحيتك كده واليف واعملها كوس وبعدين هدخل كده الابرة اطلع بالخيط تمام كده واخلي قدامي اهو واخد تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هشيل دا كده عشان يبقى الاوضح خلاص هشيلت الخيط بتاعي كده هتأكد ان انا الخيط بيتشد معايا معانا انها ماشية صحيح هاخد كمان اربع عمود بلفة جنب التلاتة سلسلة عشان يبقوا بمسابة خمسة عمود بلفة اهو كده كام اربعة وواحد خمسة الغرزة اللي هنعملها هنا اسمها غرزة الفشار او البوب كورن تمام حبابي هنبدأ نشوف السلسلة عقم ثلاثة في سلاسل البداية هدخل فيها ركزوا معايا كده كويس اهو هدخل فيها واسيب الخيط هنا كده وهقوم دخلة في الخيط ده ومسكة كده وشدها اهو كده هنعمل بعدها احنا قفلنا عليها بسلسلة هنعمل بعدها اربع سلاسل اهو هنعمل واحدة كمان بوب كورن هنلف الابرة وندخل جوه لحلقة بتاعتي واعمل خمسة عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده تمام خلاص اشد الخيط هنا كده شوي عشان ما يفلتش مني اهو وبعدين ادخل في اول عمود انا عملته في الخمسة وادخل الابرة هنا كده واشد الخيط من هنا يتشد جامد اسحب الخيط ده من هنا كده واشد اهو واقفل عليه بغرزة تمام يبقى دي البوب كورن اجي كمان اخد اربعة سلسلة ادي اتنين تلاتة اربعة والف اصغر الحلقة بتاعتي شوية اهي وادخل جوه الحلقة واعمل كمان واحدة بوب كورن انا هعمل جوه الحلقة اربعة وحدات بوب كورن كده تلاتة عمود اربعة خمسة اشد الخيط ده كده شوية وادخل هنا اول اول في اول عمود وادخل الابرة هنا واشد الخيط عليها كده وبعدين اسحب واقفل عليها وبعدين اربعة سلسلة اتنين اربعة كمان واحدة بوب كورن وهي الاخيرة رقم اربعة هدي واحد اتنين طبعا البوب كورن ممكن يتعامل بتلات اعمدة ممكن يتعامل باربعة ممكن يتعامل بخمسة زي ما انت عاوزة على حسب السماكة بتاعته او البروز بتاعه اللي انت اعتخديه هدخل في اول عمود وادخل الابرة هنا واشد وبعدين اسحبها هقفل عليها وبعدين اربعة سلسلة اتنين اربعة بعد كده بقى امسك الخط ده كده اللي هو هنا اشده جامد عشان تبقى الوردة بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين كده شديت الخط كويس قوي من هنا طيب وبعدين بقى الاربع سلاسل دول هاجي كده همسك هلاقي الاربع سلاسل اللي هم اول اربع سلاسل انا عملتهم هدخل فيهم كده وهخرج بوم الزلقة اهو لو قلبتي الوردة كده نقص الخط ده خلاص احنا مش عاوزينه اهو لو قلبتي الشغل هتلاقي اربع مجموعات من السلاسل كل سلسلة كل مجموعة فيها اربع سلاسل خلاص احنا دخلنا هنا بوم الزلقة هرجع اطلع بتلاتة سلسلة بمثابة عمود واعمل جوه الفرار خمسة عمود عشان يبقى كلهم ستة اهو كده اربع خمسة ستة تمام جوه الاربع سلاسل بعد كده هعمل سلسل تيل واروح جوه الفرار التاني اللي هو هلا اللي هو الاربع سلاسل التانيين واعمل فيهم نفس الحكاية هعمل فيهم سلسلتين اهو وبعدين نلفها الابرة فاضل مجموعها المجموعة الرابعة هدخل فيها لو اعمل بردو نفس الشيء ستة هعمود بلف ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلتين وخلاص انا كده هلهي الدور بتاعي اعد واحد اتنين تلاتة وادخل زي زي هو اهو تمام والعمود التالت اهو يبقى كده تلات اعمدة بقوا اربعة تمام حبيبي هاخد سلسلتين واروح على العمود الرابع عادي فوق عمود والخامس عادي فوق عمود والسادس هعمله تزايد هيبقى فيه اتنين عمود تمام كده خلاص هاخد سلسلتين بين كل مجموعة دي مجموعة بين كل مجموعة ومجموعة المجموعة التالية برضو اول عمود هعمل فيه تزايد اهو وبعدين تاني عمود عادي تالت عمود عادي برضو فوق عمود بعدين سلسلتين بعدين رابع عمود فوق عمود عادي وخامس عمود برضو عادي اهو واده سادس عمود هعمل تزايد واخد فيه فوق عمود اهو اهو تمام كده يبقى اربع يمين واربع شمال وسلسلتين في النص وسلسلتين بين كل مجموعة اكملهم بنفس الطريقة دي وارجع لكم انهيت الدور اهو زي ما انتم شايفين بقوا اربع مجموعات اهو واحد اثنين تلات اربع عملت سلسلتين وهروح عند تالت سلسلة في سلاسل الارتفاع وادخل واخد منزلقة تمام كده طيب هطلع بقى الدور ده واحد لان تلات هبقى ده دور رابع تلات سلاسل مش هعمل تزايد همش فوق كل عمود عمود اهو كده تلات كده اربع هم كانوا كام اربع كانوا تلات كانوا هنا تلات خليتهم هنا اربع هنا فضلوا زي ما هم اربع طيب وبعدي هدخل في الفراغ ده هعمل الزيادة بقى واحدة في الفراغ وبعدي تلات سلسلة وبعدي واحدة كمان في الفراغ وبعدي اكمل فوق الاربع سلاسل الاربع عمدان عفوا الاربع عمدان هده واحد اتنين بسم الله الرحمن الرحيم اتنين تلات اربع تاني هعمل هتاني او بصوا كده دلهم بين كل مجموعة ومجموعة هعمل تلات سلاسل واحد اتليل تلات اروح هنا فوق الاربع عمود بلفة هعمل اربع عمود بلفة عادي هعدهم تاني اون هدي اتليل تلات اربع بعدين ادخل في الفراغ هعمل عمود بلفة زيادة بعدين تلاتة سلسلة وبعدين عمود بلفة كمال زيادة وبعدين فوق الاربع سلاس الاربع عمدان هعمل اربع عمود بلفة هدي تليل تلات اربع بين كل مجموعة ومجموعة في الدور ده باخد تلات سلاس اهو قصوا المجموعتين المجموعتين اهو بقوا بالشكل ده اكمل بقى المجموعتين اللي تليل اللي فود ليل وليرجع لشوف الدور اللي بعد وان اعمل ايه خلاص تحبايبي الرود رقم اربعة وجيت لك اهو زي ما انتم شايفين كده هلهيت بتلات سلاسل وهدخل هنا اعد واحد اتليل ثلاث والسلسلة رقم ثلاث في سلاسل البداية وادخل واخروج منها بمنزلقة تمام كده الدور ده كمان سحف اهو هطلع بتلات سلاسل واحد اتليل ثلاث والف وانزل فوق كل عمود بعمود اهو كل عمود هنا هنزل فوق عمود دي كده عمود لقص ثلاث اربعة خمسة نزبوطة وخمس عمودة تمام طيب المرة اللي فاتت انا هدخلت في الفواغ عملت عمود واحد وثلاث سلاسل وكمان عمود المرة دي بقى هدخل هناخد عمودين ادي واحد اتليل وبعدين برضو ثلاث سلاسل وكمان عمودين ادي واحد اتليل تمام وفوق اللي هنا اهو العمدة هعمل فوق هعمد عادي خالص اهو بقى كمان العمود اللي ده سهل خالص اهو اهو يبقى هنا كانت هزودت عمود تلاتة سلسلة عمود هنا هزود عموديل تلاتة سلسلة عموديل تمام وبعدين بين بين الفراغات بين المجموعات المجموعة هدي هعمل برضو تلاتة سلسلة اهو اروح على المجموعة بقى اللي بعدها نفس اللي عملته هنا اللي هو فوق الاعمدة اعمدة انا الهيت الضوء اهو بتلاتة سلاسل وهروح هروح اعمل اعمل فوق عمود عمود اعمل عمود واول واحد تجهلته وبعدين الرابع فوق عمود والخامس اهو والسادس فوق عمود عادي وكمان السابع نفس الشي اهو تمام نتمهو بقى لده ده كويس شوفوا هنعمل في ايه انا هنا تناقصت عمود فهزود رزة سلسلة وبعدين اعمل في الفرار ده بوب كورل زي دي بس مش بخمس اعمدة انا هعملها بتلات اعمدة بس لانا مش عايزها تكون برزة يبقى هعمل واحد ادي عمود اشد دي كده وامسكها بايدي وخلي كبالكم التبهوا العمود ده تبع الاعمدة دي اهو وفي هنا سلسلة ما دخل ش في السلسلة لا انا هدخل في اول عمود لو ميلتلك كده هتلاقوا واحد اتليل ثلاثة هدخل في اول واحد اهو وبعدين هدخل الابرة في الحلقة دي كده وبعدين اقوم شداها كده واقفل عليها تمام وبعدين اعمل ثلاثة سلسلة والف اعمل في نفس الفراغ كمان ثلاثة عمود بلفة علشان اعمل بوب كورني كمان اهو اشد الخيط كده واروح عند تالت اول عمود عملته ادخل فيه وادخل في الخيط واشد الخيط كده واقفل عليه تمام اخد سلسلة زي ما بديت هنا سلسلة قبل البوب كورن هعمل هنا سلسلة بعد البوب كورن وبعدين هنزل فوق السبع اعمدة دول هعمل ستة بس وتغضع عن اخر عمود ادي واحد تليل تلاتة اربار خمسة ستة اخر عمود هنا مش هشتغله زي ما انا هنا اتغضيت على اول عمود ما اشتغلته يبقى ده مش هشتغله فطبعا مش هعمل بقى ثلاث سلاسل انا هخلي هم كمس سلاسل اتنين اربعة خمسة اروح هنا فين مش هعمل اول عمود المجموعة الجديدة هيا بتغضع اول عمود واخر عمود دول مش هاخدهم دول سبعة هاخد منهم ستة وتغضع عنده وهنا ستة وتغضع عنده هلف الابرة واسيب اول عمود اهو وادخل في العمود اللي بعده اعمل واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة واخد سلسلة واعمل في الفراغ واحدة بوب كورن مكونة من ثلاث اعمدة نفس اللي عملناه في اللي فاتت بس انا بعيد دايما بعمل مرتين اهو هدخل هنا في اول عمود عملته وادخل في الخيط كده واخر وقفل عليها بسلسلة وبعدين ثلاث سلاسل كمان في نفس الفراغ هعمل واحدة بوب كورن كمان ادي اتنين ثلاثة همسك الخيط كده واروح عند ثلاث عمود وادخل جوه الخيط هم وبعدين اشده كده واقفل عليها وبعدين اعمل سلسلة زي ما عملت هنا سلسلة في البداية وبعدين اكمل فوق الاعمدة زي اهو خلاص انتوا هتكملوها هتعملوا دول ستة بس وتسيبوا واحدة هنا واحدة هنا وتعملوا المسافة خمس سلاسل ما بين المجموعة دي والمجموعة الجديدة تمام حبيبي اهو هكمل كده انا خلصت رقم ستة حبيبي زي ما اتفقت معاكم وبعدين عملت خمس سلاسل وهروح هنا عند سلسلة اول سلسلة من سلاسل البداية واعمل ايه منزلقة اهو خلاص انا هنا كنت سبت اول عمود ما اشتغلته ودخلت في اللي جنبه هعمل نفس الشيء هنا برضو هدخل بمنزلقة للعمود اللي جنبه اهو وبعدين اطلع ثلاث سلاسل يبقى ثلاث سلاسل فوق تاني عمود وهدخل في العمود اللي بعده يبقى انا كده بتراجع هنا الدور ده رجعت العمود والدور ده كمان رجعت عمود كانوا ستة يبقى هيبقوا خمسة اعمدة بس هدي تلاتة اربعة خمسة اهو خمس اعمدة طيب وبعدين هنعمل ايه هنعمل سلسلة مش انا كنت سايب هنا سلسلة قبل البوب كورن دي كنت سايبة سلسلة هي دي السلسلة اللي هدخل وهعمل فيها واحدة بوب كورن كمان مكونة من تلاتة اعمدة يبقى هعمل تلاتة اعمدة اهو انتبه في السلسلة اللي هنا اللي في النص اهي اهي ابتعد عنها واروح عند التالت عمود اهو او اول عمود انا اشتغلتو ادخل الابرة وبعدين ادخلها هنا وبعدين اسحبها وقفل عليها خلاص طيب هنعمل ايه بعد كده هعمل تلات سلاسل وهلف هاخد في النص هنا عمود كمان تلات سلاسل اهو وبعدين هاجي هنا في الفراغ السلسلة اللي كانت تحت بعد البوب كورن هدخل اعمل فيها كمان بوب كورن واحد اتنين تلات عمود بلف اهو امسك الخيط كده خلاص ان شاء الله تكونوا اتقنتوها وادخل هنا في الابرة واسحب الخيط من هنا واقفل عليه وبعدين اعمل سلسلة زي ما عملت هنا سلسلة بصوا الشكل خلاص اروح هنا ااخد فوق كل عمود عمود معادة اخر عمود مش هاخده هما ستة تحت انا اللي هاخدهم فوق هيبقوا خمسة بس كده اتقين تلات اربعة خمسة اهو كده واضح خمسة اهو طيب هعمل ايه بعد جد سبت العمود ده ما اشتغلتوش اهو هعمل خمسة سلسلة برضو اتنين اربعة خمسة وهاجي هنا في المنتصف كده وهعمل عمود بلف اهو وكمان خمسة سلسلة ماشي وبعدين اسيب هنا اول عمود اشتغلوش واشتغل في اللي بعده اشتغل خمس اعمده بس اهو واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة اكمل خلاص حبيبي كده مفهوم ولا اكمل لكم الجزء ده اعتقد انه مفهوم عشان لسه فيه تفاصيل كتير وعشان اوريكم طريقة التشبيك اكملها وارجع لكم خلاص خلاص حبيبي الدور رقم سبعة اهو عشان نبدأ الدور رقم تمانية انهيت بخمس سلاسل وهو حعند السلسلة المداية اهي واخر بمنزلقة تمام انا هنا اترجعت وهنا اترجعت نفس الشيء هدخل بمنزلقة للعبود اللي بعدها اهو كده عشان يبقى اول عبود انا ما اشتغلتوش وبعدين اطلع بتلات سلاسل واشتغل العبود اللي بعده يبقى ثنين واشتغل العبود اللي بعده يبقى ثلاثة ههو بس هنا بقى الدور ده هيختلف شوية ايه الاختلاف ان انا كنت بتراجع عبود من هنا تمام ده ما اشتغلتوش هنا بقى كمان هتراجع عبود من هنا مش هشتغل يبقى انا دول عددهم خمسة زي ما انتم شايفين واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة فوق هشتغل ثلاثة هسيب واحد من هنا واحد من هنا واشتغل ثلاثة بس طيب وبعدين هاخد سلسلة زي ما احنا مشينا عادي بنعمل بعدهم سلسلة واروح في نفس الفراغ اللي هو السلسلة اللي كانت تحته انا واخدها سلسلة وهعمل بوب كورن مكونة من ثلاثة اعمدة هادي اتنين هادي ثلاثة اهو وامسك الخيط وادخل في اول عمود وادخل في الحلقة دي كده وبعدين اسحب كده واخدها وقفل عليها بسلسلة تمام طيب وبعدين هطلع اربع سلاسل واحد اتنين ثلاثة اربعة خلاص وبعدين الف شايفين العمود اللي في النص هنا ده انا هدخل جوا كده وهعمل عمود وبعدين خمسة سلسلة اربعة خمسة والف واخد في نفس المكان كمان عمود اهو طيب وبعدين زي ما هنا كانوا اربعة سلسلة هعمل هنا كمان اربعة سلسلة وبعدين هروح للفراغ ده اللي هو بعد البوبكورن لانها كانت سلسلة انا سايبها عملاها سلسلة هلف واعمل فيها واحدة بوبكورن ادي واحد اتنين تلاتة تلاتة عمود بلف امسك الخيط ودخل من هنا ومن هنا واشد واخر واقفل عليها واعمل كمان سلسلة اهو بصوا الشكل جده طيب هنا هعمل ايه زي ما أنا عملت كده ده غضيت عن اول عمود وتاني عمود وخدت تلاتة بس نفس الشي مش هشتغل اول عمود اهو واشتغل تلاتة عمود ورابع عمود بس عشان يبقوا ثلاثة يبقى سبت واحد من هنا وست واحد من هنا ماشتغلتوش خلاص وبعدين هعمل خمسة سلسلة اهو واجي هنا كده كانوا فراغ واحد خمسة سلسلة بقوا فراغين هدخل في النص هنا هعمل عمود بلف وبعدين كمان خمسة سلسلة وادخل في الفراغ التالي يبقى عمود بلف وبعدين خمسة سلسلة واسيب اول عمود مش هشتغله واروح عندي تالي عمود اهو واشتغل تالي عمود وثالت عمود وربع عمود بس اهو ده مش هشتغل وده مش هشتغل طب وبعدين سلسلة زي المحتاد في الفراغ اللي هنا اللي هو بين البوب كورن وبين الأعمدة في فرار كان فيه سلسلة هعمل فيه برضو وحدة بوب كورن جديدة هدي اتلين تلاتة هشبت الخيطة مسكه كده هدخل في أول عمود وبعدين في الحلقة وبعدين أشبت وقفل عليها وبعدين أربعة سلسلات اتلين أربعة ألف واروح عند العمود اللي في النص ده أعمل حرف الفي حرف الفي وكون من عمود خمسة سلسلة عمود اهو في نفس المكان وبعدين أربعة سلسلة اهو واروح في الفراغ اللي بين البوب كورن وبين أول عمود اهو ده البوب كورن اهو ده الفراغ اهو هروح واعمل بوب كورن جديدة واحد مكونا بالتلاتة اعمدة زي ما احنا متفقين تلاتة هون أدخل كده وهنا وأدخل وأخذ منها وأعمل سلسلة أقفل عليها بسلسلة وبعدين أخذ سلسلة وأسيب هنا أول عمود اللي هنا مش هشتغله وأشتغل في دول بس تلاتة أعمدة هادي واحد اتنين بسم الله الرحمن الرحيم تلاتة بصوا الشكل هنا وهنا تمام حبيبي هكمل بقى هنا خمس سلاسل أعمل عمود بلفة خمس سلاسل هنا عمود بلفة خمس سلاسل سلسلة البداية رقم ثلاثة وأقفل بمنزلقة هادي تمام طيب وبعدين أنا برضو عايزي أدخل لجوة شفية هادخل لجوة بمنزلقة عشان أبقى في العمود اللي في النصمة تلاتة أعمدة عايز أبقى عند العمود اللي في الملتصف تمام حبيبي طيب لما هبقى في العمود اللي في الملتصف هعمل أنا إيه بقى أنا بحتاجة هنا وحدة بوب كون أحنا الأول هطلع بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة أهو سلسلة واحدة أهو بصوا هنا كده شوفوا الشكل بصوا الزاوية هنا عاملة إزاي سلسلة واحدة إحنا في الدور ده رقم تسعة بسلسلة واحدة وبعدين كمال سلسلة عشان أبدأ البوب كون اللي بعدها تمام يعني إحنا هنعمل إيه طول تلاتة سلسلة والمفروض اللي هبدأ البوب كون هنا بس لازم قبل البوب كون بيبقى فيه سلسلة يبقى هاعملهم أربعة سلسلة تمام هخليهم أربعة سلسلة وبعدين ألف في الفروق ده وأعمل واحدة بوب كون هادي إتنين هعمود تلاتة هدخل هنا كده وأخذ الخيط ده معي وأخذ وأقفل عليها وبعدين أعمل أربعة سلسلة إتنين أربعة يبقى بقى الدور ده مختلف شوية هنعمل إيه فيه الدور ده بقى هلف كده وأعمل في الحرف الفي ده هعمل 11 عمود بلفة أهو 11 عمود بلفة هدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة عشرة 11 بعد زي ما أبديت قبل الحداشر بأربعة سلسلة برضو هعمل أربعة سلسلة تمام طيب هروح فين بعد الأربعة سلسلة هروح هنا عند السلسلة اللي بعد البوب كون عشان أدخل فيها وأعمل واحدة كمان غرزة فيشار بتلاتة عمود بلفة هدي تلاتة عمود بلفة ههو هدخل كده وهنا وأشد الخيط كده و أقفل عليها وأعمل سلسلة وبعدين أدخل فيه هنا في اللي في النص العمود اللي في النص بس أهو هسيب اللي قابله وهسيب اللي بعده مش هشتغله طيب هنا هنا هلمشي كله زي بعضه خمس خمس سلاسل عمود بلفة خمس سلاسل عمود بلفة خمس سلاسل عمود بلفة اهو 2 4 5 هدخل في النص اعمل عمود بلفة 2 4 5 هدخل في النص عمود بلفة 2 4 5 في النص عمود بلفة 2 4 5 خلاص دول تلاتة هدخل في واحد ابل 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 وبعد الأربع سلاسل وأدخل في حرف الفي أعمل 11 عمود بلفة زي بالظبط ما عملنا هنا أهو خدي سكرينشوت لده وكملي الأربع وحدات زي بالظبط يبقى دي الوحدة اللي احنا عملناها هتعملي دي ودي ودي هم أربع وحدات شايفيني الوحدة عاملة إزاي؟ أهي تمام حبيبي؟ نكملها وارجع لكم أنهيت الدور التاسع حبيبي وهو الدور ما قبل الأخير فاضل آخر دور هو اللي كمان هشبك فيه تمام؟ زي ما انتم شايفين كده الشكل بقى يظهر شكله حلو قوي